المباراة التالية وكان من ضمن الأمور اللي لفتها للنظر الحقيقة ناس كتيرين ها وندك مش عم بنتي شفتي ده ولا لأ ناس كتيرا من مشايرة صورة لمحمد صلاح في ماتش السنغال ووشه كله متلغمت بالليزر لو تفتكلي وكان بلك فوق ايه كل تهاني للشقيقة هولندا على فوزها على السنغال في إشارة للي حصل معنا في ماتش احنا وبننساش هقنا يا خبرات يا خبرات يا خبرات أنا وزيت على السوشيال ميديا أنا شفت شفت ده على تويتر تحديدا بس طبعا هي كانت حرقة من البداية من جماهير هناك كانتش ألطف حاجة أبدا بعالم كله تحدث عنها مش بس المصريين بس على رأيك ببينسوش لما منساشها بي المباراة التالية اللي كانت بحضراتكم عليها كانت مباراة تكتيكية في المقام الأول وجمعت طبعا بين هولندا والسنغال في أول ظهور لفريق إفريقي وفيها دي النسخة من المونديال والمواجهة كمان ما كانتش بس في داخل الملعب كمان كانت على الخطوط بين الاثنين مدربين لويس فانجال طبعا مدرب طوحين الهولندية واليو سي سي مدرب أسود التيرانجا المباراة كانت إلى حد ما مقفولة حبتين كان كل المنتخب خايف أنه يستقبل هدف في شباكه لغاية لما اتفكت هذه التلاصم مع دياء 84 من أحداث المباراة وبعدها بقى طبعا سجلوا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من اللقاء عشان يمنح الفوز أول ثلاث نقاط للمنتخب الهولندي أتوقع طبعا أن ردة فعل المنتخب السنغالي هتكون قوية في الماتشات اللي جاية إن شاء الله لسه طبعا عندهم قطر والإكوادور في المجموعة لأن هولندا إلى حد كبير شبه مؤكد إن هي ضمنت أهولها من بدري